مقرر أنظمة المعلومات الجغرافية Geographic Information Systems GIS مقرر للسنة الخامسة وقسم الهندسية التوبغرافية مدرسة المقرر دكتور فادي شعبان ودكتور إياد عباس بالنسبة لمفردات المقرر التي سيغطيها GIS هي مفهومة مبادئ نظم المعلومات الجغرافية تمثيل وإظهار البيانات في GIS مفهوم قواعد البيانات الجغرافية وربطها تحرير البيانات المكانية والضبط المكاني التوبولوجيا مع الإرجاع الجغرافي معالجة المعطيات المكانية والتحليل المكاني في GIS محاضرتين أو ثلاثة وأخيرا تحليل الشبكات في GIS خطط المحاضرة سوف نبدأ عن تعريف بمفهوم الجيوماتيكس بعد ذلك سوف نبدأ بتعرف إلى GIS ما هو مفهومه ميزاته نظرة تاريخية عن تطور هذا العلم وما هي هذا العلم إضافة للتطرق إلى تعريف جي اس ومكوناته وبالنهاية سنختب المحاضرة من خلال مثال تطبيقي بقود أصول تسمية الجيوماتيكس إلى نهاية ستينات من القرن الماضي حيث قام الباحث والمساح الفرنسي بيرنارد ديبسون باستعمال لفظ جيوماتيكس يمكن تقسيمه إلى قسمين أو هو اسم وركب من جزئين جيو تعني الأرض وماتيك تعني علم الحساب أي علم حساب أو قياس الأرض في الثمانينات تطور المفهوم أصبح الجيوماتيكس تدرس كمادة بجامعة لافال بكندا وبعدها تم تطوير الجيوماتيكس من قبل الكنديين لتصبح منذ التسعينات كأهم وأول بلد منتج للبرامج والخدمات المتعلقة بهندسة الجيوماتيكس في العالم حيث ساهمت هذه النقل الحاصلة في مساعدة في مساعدة مختلف المهتمين بالقطاع سواء كان ذلك في مجال البيئة والمحيط التحكم والتصرف في الأراضي والملكيات العقارية عداد أمثل التهيئة العمرانية إدارة المشاريع المهتمة بالبنية التحتية مراقب التوسع العمراني وإلى آخره يعتمد علم الجيوماتيكس على الإمكانيات التي أصبحت متوفرة نتيجة أو من تداخل جملة من العلوم والتقنيات المتعلقة بجمع ومعالجة وتحليل البيانات المكانية يمكن ذكر بعد هذه العلوم الاستشعار عن بعض الجيوديزيا خراءة الرقمية نظم المعلومات الجغرافية والمكانية علم المساحة بما فيها المساحة التصويرية والمساحة الفضائية علوم الحاسب نظام تحديد المواقع أن تسمية الجيائس باسم نظام المعلومات الجغرافية هي أفضل تعريف وتعبير متكامل لمفاهيم النظام والمعلومات والموقع الجغرافي في أنواح يمكن تبيان ذلك أو أهمية ذلك من خلال تقسير الكلمات الثلاث التالي النظام سيستم يعبر عن تجميع المنظم للتجهيزات والبرامج والمستثمرين والمبرمجين الذي يؤمن لنا التخزين الأمين والدقيق للبيانات والاستثمار السهل والفعال للموارد المتاح المعلومات information هي نتاج عمليات التحليل والتركيب على مختلف البيانات للمساعدة على تطوير عمليات اتخاذ القرار الجغرافية هي تحديد مواقع العناصر في العالم الواقعي بواسطة نظام معروف الإحداثية يسمح الجي اي اس بتقديم اجوي للعديد من المشاكل سواء من خلال نمزجة العالم الافتراضي بشكل سناء البعد أو سلاسي البعد يمكن لنا حلول في مجال معاجدة تحليل الشبكات البنى التحتية سناء الشبكات المياه والكهرباء الهاتف الى اخره او شبكات الطرق كما يمكن استخدامه في مجال نمزجي سلاسية الابعاد نمزجة المدن ونمزجة الابنية او التحليلات المكانية سلاسية الابعاد مثلا ايجاد افضل طريق للصعود لقمة الفيرس طبعا يوجد الكثير من الامثلة والمشاكل التي يقدم لها الجايس الحلول في الكثير من المجالة سواء في التخطيط العمراني في علم الاحياء الكوارس الطبيعية الجيولوجيا التنقيب محطات البث ايجاد افضل مواقع لمحطات البث ادارة الغابات الهيدرولوجيا والى اخر من خلال الامثلة المعروضة نستنتج ان جميع المهنيين قد تعاملوا مع البيانات المرتبطة بالمكان اذا الاسئلة التي يجيب عنها الجايس بشكل اساسي ترتبط بالمكان سوف نستعرض ظاهرة اسمها ظاهرة النينو سوف نتعرف عن تجميع البيانات المكانية والحصول على المعلومة ظاهرة النينو هي ظاهرة مناخية عالمية حيث يؤثر تغيير الحرارة في احر المحطات على الجوب ومنطقة اخرى بعيدة عنها حيث ان هذه الظاهرة لها تأثير كبير على انظمة الطقس في العالم هو السبب الرئيسي لحالات الجفاف الحاصلة في استراليا فضلا عن الامطار الغزيرة في الولايات المتحدة الامريكية في نفس الوقت تمر مرحلة ظاهرة النينو او دراسة ظاهرة النينو بسلاسة مرحلة رئيسية هي مرحلة تجميع البيانات وادخالها مرحلة تحليل بيانات واخيرا مرحلة عرض البيانات وتمثيلها نبدأ بالمرحلة الاولى وهي مرحلة تجميع البيانات وادخالها يتم ذلك من خلال نشر بشكل منتظم مجموعة من العوامات وظيفة هذه العوامات هي قياس درجة الحرارة السطحية للبحر وسرعة الريع في المحيط الهادي حول خط الاستيواء طبعا الالوان هي حسب نوع العوامي المستخدم البيانات المكانية والمعلومات المرتبطة بالمكان يجب ان نميز بين مفهومين هما البيانات والمعلومات فالبيانات او حتى البيانات المكانية هي قياس درجة الحرارة لمنطقة ما خلال سن فالجدول الموضح هو عبارة عن مجموعة بيانات خام لدرجة الحرارة في هذه المنطقة اما بالنسبة للمعلومة فهي المعاني المستنتجة من البيانات السابقة فمثلا يمكن ان نستنتج من الجدول السابق او البيانات الخام السابقة بان متوسط الدرجة الحرارة لهذه المنطقة هو 31.95 درجة اذا استنبطنا معلومة من خلال البيانات الخام من خلال البيانات والمعلومة ممكن ان نصل الى المعرفة ونستنتج بان المنطقة هي عبارة عن منطقة معتدلة المناخ بالنسبة للعالم الحقيقي وتمثيلي فسنستخدم مفهوم النمزجي او الموديلي اي تحويل العالم من الواقع الحقيقي الى الواقع الافتراضي او الواقع الرقمي فممكن ان تكون المخرجات هي عبارة عن نماذج سابقة غير متحركة مثل خريطة او قواعد بيانات مكانية او ممكن ان تكون نماذج ديناميكي متغيرة مع الزمن او نماذج محاكاة يمكن محاكاة الواقع من خلال تغيير بعض المعاملات ضمن النموذج بالنسبة لقواعد البيانات كتعرف قاعدة البيانات هي مستودع وخزان كبير قادر على تخزين كميات كبيرة من البيانات كمثال عن هذه القاعدة هي قاعدة او جدول القياسات اليومية لعوامات مراقبة ظاهرة النيل تتميز قاعدة البيانات بمجموعة من الوظائف المفيد الاستخدام المتزامين اكثر من شخص يمكن ان يستخدم قاعدة البيانات في نفس الوقت تخدين الامثال سلامة البيانات من خلال فرض شروط او قيود اثناء تجميع البيانات بضافة الى امكانية الاستلام من خلال لغة الاستلام البنائية SQL طبعا هذه البيانات تكون هي من نوع المصفوف الوصفي اما بالنسبة لقواعد البيانات المكانية هي متشابهة معها ولكن مع الاختلاف باننا سوف ندخل البعد المكاني في هذه القواعد سواء في الفراغ سنائع البعد فسوف يكون لدينا XY او سلاسة الابعاد XYZ باضافة الى تطبيق علاقات تبلوجية واستخدام انزمة ارجاع مكاني والاشكال المختلفة لتمثيل هذه البيانات سواء النقطة او خط او مضلة وكل هذا سيسمح لنا بتحليل هذه البيانات المكانية واظهرها في GIS تعتمد نظم المعلومات الجغرافية على مبدأ تخزين وتقسيم البيانات الى طبقات او شرائح مستقلة عن بعضها حيث تحتوي كل طبقة على نعاصر الزات الطبيعة الواحدة والخصائص المشتركة او المتشاركة وذلك يبغي التغلب على المشاكل التقنية الناتجة عن معالجة كميات كبيرة من البيانات دفعة نوع 1 فهذا يعطي قدرة تحليلي افضل حيث ان معالجة بيانات طبقة الطرق لوحدها لحل مسألة ما متعلقة بالطرق يمكن انتم بطريقة اسرع واكثر فعالية من معالجتها مع بقية البيانات غير مرتبطة بالموضوع فالشكل واضح امامنا في الشريحة تم فرز العناصر في المنطقة المدروسة الى مجموعة من الطبقات هي طبقة النباتات طبقة الطرق طبقة المياه طبقة الابنية بدافة الى خطوط التسويق يجمع ما بين الامكانيات الكبيرة لانظمة التسميم بمعونة الحاسب والانظمة الكارتغرافية والانظمة ادارة قواعد البيانات اذا له القدرة على الربط ما بين البيانات المكانية والبيانات الوصفية فهذا يسمح له بمعالجة عدد الكبير من المشاكل واظهارها باشكال الاخراج المختلفة فهنا احد الامثلة هي اظهار خريطة غرضية او كوروبليس لتوزع الكسافة السكانية في فرنس بالنسبة لبداية الجايس في عام 1854 استخدم الدكتور جونس نوم مفهوم الجايس لاجاد علاقة بين وفيات حصلت بسبب مرض كوليرا كانت متشرة في تلك الفترة ومواقع ابار الشرب ومدى تلوث هذه الابار في مدينة لنظم حيث استخدم خريطة للمدينة ووقع عليها مواقع الابار ومواقع الوفيات التي حصلت في المدينة وحاول إيجاد البئر المسبب لأكبر عدد منها الوفيات أي حاول إيجاد علاقة ما بين عناصر متباينة فيما بينها مستنبار نمط جديد من العلاقة ظهرت التقنية الجايس في العقد السادس من القرن العشرين ويرجع ظهور هذا المصطلح لأول مرة إلى المشروع الذي نفذته إدارة الموارد بالحكومة الكندية عام 1963 وذلك بهدف تطوير نظام معلومات رقمي لمعالج خرائط الموارد الطبيعية في كندا حيث قامت بتطوير عملية ترقيم الخرائط وربط هذه الخرائط مع معلومات لمكانية مما أدى لإنشاء عدة طبقات للزراعة والتربة والثروة الحيوانية واستخدامات الأراضي لمنطقة المشروع أطلق عليه اسم نظام المعلومات الجغرافي الكندي قبل نهاية عقد الستينات انضم العالم الرجل توميلسون إلى المشروع الجيئيس الكندي وقد اعتبر انضمامه بمثابة نقطة تحول في تاريخ الجيئيس حيث قام بوضع عدد كبير من الخوارزميات المستخدمة في معالج البيانات الجغرافي في صورتها الرقمية ونتيجة لجهوده أصبح المشروع قيد العمل وتم تقديمه وتقديم نتائجه لمتخذي القرار قبل نهاية عام 1911 طبعا أطلق اسم أب الجيئيس للعالم روجر توميلسون وفي نفس الفترة تقريبا قام العالم وارد فيشار من جامعة هارفورد الأمريكية بجهود مماثلة بإنشاء معمل حاسب آلي خاص من إجل الرسومات الآلية وتحليل البيانات وأطلق عليه اسم معمل هارفورد لرسوم الكمبيوتر والتحليل المكع في عام 1971 تأسست بعض المؤسسات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية مثل شركة إزري معهد أبحاث النظم البيئي حيث أسسها جاك دانجرمونت وهي من أفضل المؤسسات في مجال نظم المعلومات الجغرافية أما في عقد الثمانينات فهو يعتبر عقدة تحول التجاري للجائس حيث تأسست أكبر الشركات في هذا المجال منها شركة التي أنجزت برنامج ماب انفو شركة سمول وورد شركة او اير ماب فر وانتي ريجرم في التسعينات شهعت تقنية نظم المعلومات الجغرافية في العالم كله وظهرت العديد من الأنظمة المساعدة لها نظام التموضع العالمي والاستشعار عن بعد عالي الدقة وفي وقتنا الحالي أصبحت نظم المعلومات الجغرافية هي نظام شامل يخدم كل المجالات بتقديمه وتحليله للمعلومات المكانية والصنباط النتائج منها والتي تصب جميعا في جعبة متخزي القرار وأصبحت لا غناء عنها في الدول التي تسير في سبيل التقدم مر كما بدأت العديد من الجامعة في تدريس هذا التخصص كعلم لنظم المعلومات الجغرافية في هذه الشريحة والشرائح اللاحقة ستجنب بعض المواقع التي تقدم برامج دراسات عليا في مجال نظم المعلومات الجغرافية بالنسبة لتعريف الجائس لا يوجد تعريف موحد للجائس وذلك بسبب اختلاف خلفية المنظرين والواضعين لهذه التعريفات فمنهم لديه وجهة سياسية ووجهة بيئية ووجهة إدارية إلى آخره بإضافة إلى حداسة هذا العلم وعدم نضجي وعدم تفهم الناس والمجتمع لأهميتي بشكل كامل بالإضافة النقل النوعي بالتطور التكنولوجي والمعلومات والحاسبات والتي صاحبها تغير في نظرية المعلومات فنتجها تعريف عديدي للجائس فممكن أن نرى تعريف للجائس بأنها أنظمية متعددة للوظائف مثل تعريف دوكار بعام 1979 أو تعريف أزموي وسميس وسيخرمان أو تعريف بورو بالألف وتسعمية ستة وتمانية منهم من عرفها الجائس أو صنفها ضمن أنظمة دعم القرار مثل تعريف سميث تعريف كوين بـ 88 وتعريف مولار بـ 1991 تعريف شركة إزري عام 1991 للجائس فقد عرفته كالتالي بأنه مجمع متناسق يضم مكونات الحاسب الآلي والبرامج وقواعد البيانات بالإضافة إلى الأفراد وفي مجموئه يقوم بحصر دقيق للمعلومات المكانية وتخزينها وتحديثها ومعالجتها وتحليلها وعرضها إذن هذا تعريف شركة إزري ولكن من التعريف السابقة ولذلك تعريف إزري يمكن تجميع تعريف شامل لجائس بأنه عبارة عن أنزمة تكاملية تجمع بين العتاد، البرمجيات، الكفاءة البشرية المؤهلة المعطيات المنظمة لجمع وتخزين ومعالجة وتحليل وعرض المعطيات بشقيها المكاني والوصفي لمواقع وتفاصيل منطقة معينة من سطح الأرض منسوبة جغرافيا إلى مرجعية واحدة ومن ثم المساعدة على اتخاذ القرار المناسب على ضوء هذا التحليل ما هي أنزمة المعلومات الجغرافية؟ التطور التاريخي للجائس كأدات ثم تقنية ثم عن طبعا هناك سؤال يدور في أزهان الكثير الخاصة المبتدئين أو الطلاب في استخدام الجائس من حيث أن الجائس هل هو أدات؟ هل هو تقنية؟ أم هو أعلم بحد ذاته؟ وهذا السؤال طبعا قديم مع بداية انتشار تطبيقات الجائس ومن الممكن أن تكون الإجابي عليه أن استخدام أو تطبيق الجائس يتم من خلال ثلاث مستويات هي استخدامها كأدات أو تقنية ثم التخصص بها كعلم بل كثيرون يقولون بأن هذا هو التطور التاريخي لاستخدام تطبيقات الجائس بمعنى أنه تم استخدامها في البداية كأدات ثم تحول هذا الاستخدام إلى تقنية وحديثا تحول إلى علم قائم بحد ذاته إذن نبدأ بالمستوى الأول الجائس كأدات في هذا المستوى يكون المنتج الأساسي هو استخدام الجائس من أجل إنشاء وعرض البيانات وتطوير خرائط رقمية انطلاقا من بيانات ورقية أو بيانات استشعار عن بعد أو بيانات مجمعة من قبل الأجهزة المساحية التقليدية أو أجهزة الجي بي اس إذن هنا المنتج الأساسي أو النهائي هو عبارة عن خريطة رقمية انطلاقا من بيانات متوفرة لدينا أما بالنسبة للمستوى الثاني استخدام الجائس كتقنية فهذا المستوى يتضمن المستوى الأول السابق وهو إنشاء وتطوير خريطة بإضافة إلى إجراء بعض التحليلات المكانية والأحصائية بهدف حل مشكلة مكانية معين فمثلا يمكن دراسة ظهرة ارتفاع مياه سطح البحر ويمكن إنتاج أو إجراء عدة سيناريوهات السيناريو الأول مثلا ارتفاع مياه سطح البحر بمقدار 0.25 متر ويتم إيجاد الأراضي والأبنية التي ستغمرها المياه يمكن إجراء سيناريو آخر ارتفاع مياه سطح البحر بمقدار 1 متر أيضا بإيجاد نقوم بإيجاد باستخدام التحليلات المكانية إيجاد الأراضي والأبنية التي ستغمرها المياه في هذا الحال إذن نقوم بإنتاج غراءة رقمية بناء على تحليلات مكانية نقوم بإجرائها ضمن نظام المعلومات الجغرافي من أجل دراسة ظهرة معينة وإيجاد حلول لها أما بالنسبة للمستوى الثالث من تطبيقات الجائس فيمكن فبالإضافة إلى المستوين السابقين يمكن تطوير أدوات أو وسائل جديدة بدمجه مع تقنيات حديثة من أجل فهم طبيعة وديناميكية الظواهر المكانية الموجودة وعمل نمازج لها كمثال عن هذا المستوى إيجاد نموذج لاستخدام صور لانتسات وحساب معامل رتوبي حساب معامل خطورة الفيضان على شبكة الطرق أو كالتطوير واجهات ضمن برنامج نظم المعلومات الجغرافية RGIS مثلا من أجل تنبؤ بسطح مياه الجوفية وسطح لتلوثها بالملوثات أو بالنترا أما بالنسبة للمكونات أي نظام معلومات جغرافية فيمكن اختصارها بالمكونات الخمسة التالية أول شيء العتاد أو الأجهزة وهي تشمل أجهزة الحاسب الآلي أجهزة تدخل البيانات والمعلومات والخرائط مثل الماسيحات الضوئية سكينار مراقمات ديجيتيزر أجهزة تهديد المواقع الـTPS والطابعات البرينتر والراسمات المكون الثاني هي البرامج سوفتوير فالحد الأدنى من الوظائف التي تكفي لوصف برمجية بأنها تنتمي إلى أنظمة المعلومات الجغرافية هو أن تقوم هذه البرمجية باختزان وتحليل وعرض المعلومات الجغرافية أكثر هذه البرمجيات شيوعا هي منصة RGIS من انترنتشاريك إذري والبرمجية Map Info وبإضافة إلى البرامج AutoCAD Map من Autodesk المكون الثالث هو البيانات Data أن أهمية أي نظام معلومات جغرافي وفائدته تتعلقان بكمية ونوعية البيانات المخزنية وتعد البيانات لقسم الأكثر كلفة من النظام ويتوقع أن تقلي كلفة تجميع البيانات المكانية مع الزمن نظرا لتطور التقنية الخاصة بجمع هذه البيانات وتحديثها وخاصة عند استخدام طرق الاستشعار عن بعد وبيانات نوعان هي بيانات وصفية أو بيانات مكانية سنتطرق عليها لاحقا في المحاضرات القادمة المكون الرابع هي هم المستخدمون Lizards يختلف مستخدم نظام نظم المعلومات الجغرافية عن غيره من مستخدمين نظم الأخرى في أن مستخدم نظم المعلومات الجغرافية يجب أن يكون ملمن بعلوم عديدة علم الحاسب الآلي علم الخرائط علم الأقصاء علم المساحة الاستشعار عن بعد علم الجغرافي وذلك اللي يتمكن هؤلاء المستخدمون من استخدام النظم بسهولة ومرونة إثرة ثم بالنسبة إلى المكون الخامس فهي الوسائل أو الإجراءات ويقصد بها وضع الخطط والنمازج واختيار البرامج المناسبة للوصول إلى أهداف الدراسة المنشودة أي الإجراءات الإدارية اللازمة المتبعة في تشغيل واستخدام نظم المعلومات الجغرافية أشهر برامج أنظمة المعلومات الجغرافية يمكن تقسيمها لبرامج مفتوحة المصدر ومجانية free and open source software مثال عندنا أشهر البرامج المفتوحة للمصدر المجانية هي برنامج QGIS فعندنا برنامج كراس ساقا أويلويز وماب وندو جي اي اس أما بالنسبة للبرامج التجارية فعندنا برنامج RGIS ماب انفو جو ميديا برو جو كونسيبت والإدريس في هذه المقررة سوف نعتمد في العملي على استعمال أو استخدام برنامج RGIS Desktop طبعا هذا البرنامج أو هذه المنصة تتألف من عدة تطبيقة L-Ark Catalog, ArcMap, ArcToolbooks, ArcScene, ArcBlock L-Ark Catalog من أجل إدارة وإنشاء بيانات أو طبقات جديدة L-ArkMap من أجل إستهارات هذه البيانات تحريرها تعديلها إنتاج خرائف L-ArkToolbooks وهي التطبيق الذي يحوي جميع الأدوات المتوفرة ضمن البرنامج ومن أجل نمزج ثلاثة لبعاد فنستخدم ArcScene والArkGlobe L-ArkScene من حيث قوة الوظائف الإمكانيات والتكلف في مادي ضمن ثلاث مستويات هم L-ArkInfo أو L-Advanced, L-ArkEditor Standard, L-ArkView هناك وظائف وإمكانيات جديدة يمكن إضافتها عن طريق الملحقات سواء ملحق لتحليل سلاسي الأبعاد أو ملحق لتحليل الجيو أحصائي تحليل الشبكات، تحليل المكاني أو تحليل التدبر هذا اللي أخذ فكرة مبسطة عن استخدام الجائس يمكن تخيل السيناريو أداء فلنفترض أنه طلب مننا اختيار أنسب موقع لبناء سد على أحد الأنهر بحيث يحقق مجموعة من الشروط مثلا أن يكون موقع السد في أضيق نقع ممكنة أن تكون بني التربية مناسبة بعيدة عن مناطق المأهولة منطقة السد والبحيرة وحرموها من أملاك الدولي أن لا تؤدي البحيرة المتشكلة وراء السد إلى غمر شبكة الطرق القريبة وأن تكون منطقة السد في منطقة يصل الوصول إليها الخطوة الأولى هي تحليل كل شرط من هذه الشروط حتى الوصول إلى البيانات الضروري التي يجب الحصول عليها لإنجاز أو لحل هذه المشكلة من خلال تحليل هذه الشروط يمكن تشكيل جدول بأنواع البيانات ومصدرها ومقياس الرسم لها فمثلا نحتاج خراءة توبغرافية توضح مجرى النهر خراءة جيولوجية بيانة وصفية تصف التراكب الجيولوجي للمواقع المقترحة خراءة توبغرافية موضع عليها مواقع التجمعات السكنية مخططات تنظيمية للتجمعات السكنية مخططات عقارية خراءة مبين عليها شبكة الطرق خراءة توبغرافية تبين توبغرافية الأرض خطوات حل المشكلة أولا تحويل البيانات أو الخراءة والمخططات الورقية إلى الصيغة الرقمية ضمن الجي اي اس عن طريق الرقم توحيد الارتسامات لجميع الطبقات إدخال البيانات المختلفة على شكل طبقات تحويل طبقة تحويل البيانات المتماسكة شبكة طبقة طرق طبقة أملاك عقارية طبقة مجل النهار طبقة الخطوط التسوية إلى آخر إدخال البيانات الوصفية وربطها مع البيانات المكانية وضع أوزان لكل شرط من الشروط بحسب أهمية هذا الشرط وأخيرا إجراء عملية التحليل لاختيار أنسر المواقع إذا بالنهاية سنحصل على الخريطة تحدد المواقع المكتملة أو المكترحة لإنشاء سد طبعا حسب درجة تحقيق هذا الاشتراطة الموضوع حيث أنه بعد مواقع تحقيق هذا الاشتراطة بنسبة 100% أو 90% أو 80% وهكذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر